نزع كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسف التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق المحررة حيث نزعت مسام أكثر من 3000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة الناسف خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري وأوضحت مسام من الكمية المنزوعة اشتملت على 1136 ذخيرة غير منفجرة وأربع عبوات الناسفة بالإضافة إلى نزع 180 لغم مضادة للدبابات و 26 لغم مضادة للأفراد وأكد مدير عام مشروع مسام فرق مسام نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية الآن أكثر من 200 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة الناسفة ويعمل في اليمن عدد من البرامج الخاصة بنزع وتفكيك الألغام أهمها التابعة للقوات المقاومة الوطنية والمشتركة في الساحة الغربي ومشروع مسام السعودي لنزع الألغام الذي يعمل بالشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن الذي بدل خلال فترة الماضية جهودا كبيرة لنزع وتفكيك عشرات الآلاف من الألغام الحوثية وتبذل الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحة الغربي جهودا متواصلة ومضنية لنزع وتفكيك حقول وشبكات الألغام والمتفجرات التي زرعتها جماعة الحوثي في عدد واسع من المناطق والقرى المحررة إلا أن ما يزيد الأمر صعوبة زراعة الجماعة الحوثية بيات الآلاف من الألغام والمتفجرات دون خرائط يستدل بها على مكانها ما يجعلها تشكل تهديدا حقيقيا وكبيرا على حياة المدنيين اشتركوا في القناة